بسده ونتمنى حقيقة ان احنا الان القدر جابنا الان في قيادة الدفة فنتمنى تغيير ذلك المفهوم بنفتكر حقيقة اول حاجة نقناعاتي ان الدولة يجب ان اذا ما قالك بين نسبة 100% ان تتحمل صرف الاندية بزاعة الاندية اللي بتمثل افريقيا و بتمثل السودان تتحمل عبء كبير جدا او جزء كبير جدا من مصروفاته كما ينقص عن ذلك يجب ان تحمله كل اخطاب الهلال و اهل الهلال الهلال للجميع يجب ان تطبق على ارض الواغن نعم هذه النقطة تحديدا الهلال للجميع الاغطاب المجلس يعني دوركم كمجلس وانه المديونية تزداد لشخص واحد ويتحمل هذه الاعباء ويقوم بهذا الانفاق المسألة غير مستقيمة مع وجود اعضاء مجلس مشاركين و يعني هذا الباب ربما فتح الحديث عن انه هناك وفعلا في الاستقالات قدمت قبل رئيس نادي الهلال يعني هذه النقطة تحديدا تمثل هاجس فريق كبير عنده شعبيد يعني لماذا يتحمل اعباءه فقط شخص واحد ما انا مغير معاك بانه ده اشي خطأ ومغولة الهلال للجميع او الاندية اللي ملاكة كلهم يجب ان تطبق على ارض الواقع ولكن الشي المؤسف حتى هذه اللحظة لم تطبق هذه المغولة في النغد وفي الديمغراطية ولكن في الدفع لا يعني حتى هذه اللحظة انا ما بقول الدفع مئة انمية من الناس المسكنة الاندية لكن بيجوزه كبير جدا بتحملوه رؤساء العندية ولكن لما نأتي في القرارات وفي تسيرة النادي بيكون حقيقة اهل النادي بيشاركه فيجب ان تكون هناك عضوية منظمة مساهمات منظمة الاخطاب ذاته حقيقة انا سأنا بسأل اخطاب الغطب الفلان الغطب الفلاني يجب ان تكون هناك معايير حتى الغن غايبة هذه نعم انا بفتكر انه ذاته غطب النادي الفلاني يجب ان تكون هناك معايير ولا اقول المعايير المال وحده ممكن تكون المعايير هي الدفع المالي ممكن المشاركات بالافكار ممكن بالقلم ممكن بالعلاقات فحقيقة الان احنا منا نفتكر في اوضاعي يجب ان تصحها ولكن التشحيح ما بيكون بين يوم يعني التشحيح دائر له حقيقة خطوات ومواجهات ودائر له شفافية من الناس اللي بيكون في مجالس الادارة ودائر دعم من الاعلام ودعم من كل الجهات عشان تطبخ هذه المغولة ولكن اذا مش الامر على ما هو عليه بان كل رعاصة الاندي يجب ان يتحمل الصرف فحقيقة حانا ستصل اللحظة بان ما حتى الجذور يترشح للرئيس والان واضح جدا في الهلال والمريخ اللي هما ندي القمة واضح جدا الناس اللي بتقدموا لرعاصة الاندي بتكون يعني فئة قليلة جدا بالوضع الحاسد لان تصحيح الوضع ده لا بد من يصحح يعني نعم يعني خطوات هذا التصحيح حتى نمر على هذه النقطة خطوات هذه التصحيح انت الان رئيس وربما اذا استمر غياب الاستاذ صلاح ادريس يعني كيف ستصرفون هذه الامور وما هي خطوات التصحيح اللي وضعتموها كمجلس ادارة لتصحيح هذه الامور في الحقيقة نحن معانا الان يعني فوجيت تا في كما فوجة الاخرين بس